طيب النهاردة السيد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة رجع لمصر بعد انتهاء زيارته الرسمية اللي كانت لدولة قطر كان موجود هناك لحضور فعليات معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري ديمدكس 2022 وده كان برعاية الشيخ تميم بن حمد الثاني وكان على رأس وفد رفيع المستوى وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة المتخصصين الفريق أسامة عسكر تفقد أجنحة المعرض واتطلع على أحدث المنظومات العالمية في مجال الأمن والدفاع البحري والمشاركة في الافتتاح الرسمي لمؤتمر قادة البحريات بالشرق الأوسط على هامش فعاليات المعرض التقى أيضا بالدكتور خالد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع بقطر والفريق ركن طيار سالم العقيل رئيس الأركان القطري كمان قام رئيس الأركان بزيارة أكاديمية الخدمة الوطنية والكلية الجوية في قطر وتفقد عدد من الأسراب الجوية الحمد لله على سلامته وأكيد بداية تعاون مثمر اشتركوا في القناة